السلام عليكم و اهلا بكم كلنا عارفين ان هجوم طفان الاقصى بدأ يوم 7 اكتوبر 2023 و نفس اليوم ده هو عيد ميلاد رئيس الروسي بلاديمير بوتين ايوة فن يوم 7 اكتوبر هو عيد ميلاد بوتين فبالتالي رئيس الروسي انتظر 3 يام بعد ما تنتهي الاحتفالات بعيد ميلاده في روسيا علشان يقول اول تصريح بخصوص هجمات طفان الاقصى اللي القب المسئولية فيها طبعا على الولايات المتحدة الامريكية مش على حماس خلي بالك من معنى الكلام ده كويس جدا تصريحات بوتين كانت ضمن لقاء مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم 10 اكتوبر بوتين قال للسوداني اعتقد ان كثيرين سيتفقون معي على ان هذا مثال واضح على السياسة الفاشلة التي تنتهيجها الولايات المتحدة الامريكية في الشرق الاوسط والتي حاولت احتقار عمليات التسوية السياسية في المنطقة لعقود بعد اللقاء ده في 6 ايام حصلت مكالمة هاتفية ما بين بوتين ورئيس الوزراء الاسرائيلي بين يمين نتنياهو علشان يعزيف مقتل 1200 خنزير اسرائيلي وبعد المكالمة دي بعشر ايام قالت الصحافة الروسية ان وفد من حماس موجود في موسكو لاجراء محادثات مع القيادة الروسية طيب هو دلوقتي ايه موقف رئيس الروسي فلاديمير بوتين يعني هو مع ولا ضد هجمات طفان الاقصى في الواضح بوتين بيحاول استغلال حرب اسرائيل ضد حماس كفرصة كويسة جدا لتصعيد الحرب السياسية الروسية ضد الغرب لفرد نظام علام جديد ينهي الهيمانة الامريكية لصالح عالم متعدد الاقطاب يعني هجمات طفان الاقصى في الاساس تعتبر هدية من السماء البوتين علشان يستخدمها ضد امريكا وضد الغرب عموما الداعم لاسرائيل تحت مسمى ان الحرب دي السبب فيها امريكا مش حماس لان امريكا فشلت في الوصول لتسوية في منطقة الشرق الاوسط على مدار سنين طويلة فبالتالي رد فعل حماس على انتهاكات اسرائيل كان طبيعي جدا الكلام ده بيؤكده سيرجي ماركوف المستشار السابق في الكريملين اللي كتب مقال شرح فيه الفكرة دي مقال بتاعه نصا تدرك روسيا ان الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي يدعمان اسرائيل بشكل كامل لكنهما يجسدان الشر الان ولا يمكن ان يكون على حق باي شكل من الاشكال لذلك لن تكون روسيا في نفس المعسكر مع الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي لان الحليف رئيسي لاسرائيل هو الولايات المتحدة وهي في نفس الوقت العدو رئيسي لروسيا وعلى الجهة الاخرى حليفة حماس هي ايران حليفة روسيا ده يوضح موقف روسيا الحالي من الحرب يعني بلاديمير بوتين شايف ان الحرب دي بتخدم اهدافه اهداف خلفائه وبتصعب مهمة الولايات المتحدة الامريكية في الشرق العوس لحظة بس عم قنديل انت عايز تقولي بالضبط لا يا عمنا ما بقولش حاجة من عندي انا بستعرض مع حضرتك وجهة النظر الروسية في الحرب ما بين حماس واسرائيل بكلام كتبوا خبراء في السياسة الروسية اللي هم اعلم مني ومنك بطريقة تفكير الرئيسي روسي بلاديمير بوتين ومنهم المحللة السياسية هانانوت خبيرة السياسة الخارجية الروسية المقيمة في بيرلين لمركز كارينجي روسيا وقورة اسيا واللي قالت بصريح العبارة ان موسكو تخلت عن موقفها السابق الاكتر اتزانا بشأن الشرق الاوسط وتبنت موقف صريح مؤيد للفلسطينيين يعني نقدر نعتبر ان بلاديمير بوتين وابو عبيدة اصبحوا الاتنين دلوقتي اصحابه في خندق واحد صدق او لا تصدق ولكن هي دي السياسة العالمية كل ما ابو عبيدة يعلن عن خسائر جديدة في صفوف جيش الاحتلال الصهيوني فده معناه خسائر مادية كبيرة للولايات المتحدة الامريكية وخسائر سياسية اكبر لادارس رئيس الامريكي جو بايدن ومع كل دبابة بيعلن عن تدميرها ابو عبيدة فالاعلان ده في حد ذاته بيخدم بشكل مباشر رئيس روسي بلاديمير بوتين لانه بيظهر قدام العالم انه هو راجل المناسب لحل المشاكل الاقليمية لان جو بايدن وقدرته قبلهم دونالد ترامب وقدرته فشلوا في الوصول لحل جدري للمشاكل في الشرق الاوسط وبالعكس دول زودوا المشاكل اكتر ما بين الاطراف المتسارعة في الشرق الاوسط علشان كده امريكا حاليا بتجني ثمار السياسة الغبية اللي هي طبقتها في الشرق الاوسط وبكده يبقى الافضل للعالم ان يحكموا شخص زي بلاديمير بوتين يقدر يحل المشاكل في اي منطقة مشتعلة ويتحول العالم لنظام متعدد الاقطاب وتنتهي سيطارة امريكا على القرار السياسي العالمي بشكل كامل فبالتالي كل بيان بيزيعوا ابو عبيدة بيستفيد منه بلاديمير بوتين بشكل مباشر ودي مش مبالغة على فكرة دي حقيقة مؤكدة لان عدد الخسائر اللي حيتكبدها الجيش الاحتلال الصهيوني في نهاية الحرب حتكون علامة فارقة في تاريخ ادارة جو بايدن والادارات الامريكية اللي جاية لان الحرب اللي حصلت في غزة ولسه مستمر الحد دلوقتي تعتبر دارس قاسي جدا للادارات الامريكية اللي جاية علشان تتعلم من الاخطاء اللي وقعت فيها اقدارة الرئيس الامريكي جو بايدن ده غير انه اذا الحرب انتهت بهزيمة اسرائيل سواء سياسيا او عسكريا فده معناه هزيمة الولايات المتحدة الامريكية سياسيا على مستوى العالم كله ده غير هزيمتها الاقتصادية لانها هتخسر اموال طائلة في الحرب دي فبالتالي كل ده بيساعد على تلميع سورة بلاديمير بوتين اللي اعلن عن دعمه للفلسطينيين فلما نقول ان بوتين وبعبيدة في خندق واحد فهم فعلا في خندق واحد على الاقل اعلاميا عموما هانانوت بتقول ان روسيا اعلنت ان هي منحازة للقضية الفلسطينية كلام جميل جدا وده معناه انها بتوجه اهتمامها حاليا اللي هي روسيا علشان تكسب دعم الشرق الاوسط وامريكا اللاتينية اللي مهتمين جدا بالقضية الفلسطينية وبالتالي روسيا هتفرد نفوزها السياسي في المنطقتين دول اللي فيهم قوة كتير معادية للولايات المتحدة الامريكية وبالتالي الشرق الاوسط وامريكا اللاتينية يعتبر دوائر سياسية مهمة جدا لروسيا لمساعدتها في فرض نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب عوضا عن نظام القضب الاوحد اللي بتقوده امريكا بمفردها فبطبيعة الحال روسيا استفادت جدا سياسيا من حرب اسرائيل على قطاع غزة ولسه هتستفيد اكتر بعد هزيمة اسرائيل في الحرب دي ده غير ان عضوان اسرائيل على قطاع غزة كشف تناقض الغرب والولايات المتحدة الامريكية فيما يتعلق بقوانين الحرب لان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية منحوا اسرائيل ضوء اخضر لاستخدام كافة انواع الاسلحة ضد المدنيين في قطاع غزة وده على العكس من اللي حصل بعد غزو روسيا الاوكرانيا لان التحالف الغرب كله سواء الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة الامريكية وصفوا الاكتياح الروسي الاوكرانيا انه جرائم ضد المدنيين ولكن نفس الجرائم دي بيتم ارتكابها بصورة اكتر وحشية في قطاع غزة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية مش بيصنفوها على انها جرائم اصلا فبالتالي حرب رزة ساعدت فلاديمير بوتين على المستوى العسكري والسياسي وتسببت في فضيحة اخلاقية للاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية لانهم ظهروا قدام العالم كله على انهم منافقين وعندهم ازدواجية واضحة في المعايير وعايز اقولك ان روسيا استفادت اقتصاديا كمان من الحرب دي هتقولي ازاي هقولك تعالى نشوف تصريح ماركوف مستشار الكريم للسابق لما قال روسيا ستستفيد من زيادة اسعار النفط التي ستنجم عن هذه الحرب وستستفيد روسيا من اي صراع ستخصص له الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي موارد مالية لان ذلك يقلل من الموارد المالية المخصصة للنظام المناهض لروسيا في اوكرانيا والله العظيم تلاتة فلاديمير بوتين ده راجل غيء جدا ومزاجه فوق الشوق مزاجه عنب بيخططوا بيدير بهدوء جدا ومن غير صوت عالي ولا جعجع واللي عايز يعمله بيعمله ومفيش اي قوة على وجه الارض بتمنعه هو ده الزعيم الحقيقي للعالم ولا تقولي الاتحاد الاوروبي ولا جو بايد انا بقى فوجية نظري زعيم العالم هو فلاديمير بوتين بلا منازع وعلى فكرة وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير الاسرائيلي في روسيا الكسندر بن سيفي مرتين على الاقل من يوم 7 اكتوبر لحد النهاردة لتوجيه التوبيخ لاسرائيل على المجازر اللي ارتكبتها في غزة ده غير الحرب الكلامية والتراشق ما بين مبعوثين البلدين في الامم المتحدة بعد ما شكك مبعوث روسيا بخصوص ما يسمى حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها بس انا عرف دولة عربية بالمناسبة اعلنت ان هي بتساند حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها المهم ده مش موضوعنا دلوقتي اخيرا قال امير وثمان عضو حزب اللي كود اللي بيتزعمه نتنياهو انه بعد الحرب دي اسرائيل حتعاقب روسيا في يوم من الايام على موقفها ده وانه روسيا حتدفع تمن دعمها الحماس وطأمه سؤال روسيا تدعم اعداء اسرائيل لن ننسى ما تفعلونه قريبا سنتأكد ان اوكرانيا ستنتصر روح اللعب بعيد يا حلوف اسرائيل مين اللي تهدد روسيا وبعدين اوكرانيا مين اللي تنتصر على روسيا لما تعرفوا انتوا الاول تنتصروا على الحماس ابقوا تكلموا كانتكم ستين نيلة شوائد خرونجات وخواجات لولا دعم امريكا كانت فصائل المقاومة مساحتكم من على الخريطة في النهاية حافظ الله مصر حافظ الله الشعب المصري العظيم تحية فلسطين حرة مستقلة وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة